احدث جهاز نازل السوق من دعم سيرفر اكس. لسه الجهاز نازل حديثا ماكملش شهر. نازل مواصفات عالية زي ما احنا شفنا في فيديو فتح العلبة المختلف عن اللي موجود في السوق كله. نازل بامكانيات عالية برضو رام مساحة لخلية 16 ورام واحد. كل المواصفات طبعا هنقول احنا بننزل الصوفت بتاعه ونتعرف على كل ممكناته. نجي لشكل المينيو بتاعه في الاول. نجي لاخده بالتكتيب ده التركيب اللي عشان تنازل تردد او تحزف امر او تضيف امر. دي طبعا يخص الاي بتي في اللايف والفوض والسيريس التقسيمة. طبعا الاي بتي في تحت هنا بتلاقي المنصات بتاعتك كلها. بتاعت الاي بي تي في. لسا هنتعرف عليها. معي كلا عندك اليوتيوب طبعا شغال. بس مش طبعا مش نفس الكواليتي او الجودة او الايمة بتاعت الاندرويد. بيبقى عقل. هنا التحديث بتنزل ملفاتك ان كان عن طريق فلاشة او عن طريق اونلاين. ده لوي فاي عشان تعرف شبكة النيت. وصالت متعددة عشان سيرفرات الشيرينج او تشغل حاجة عن طريق فلاشة اا فلاشة يو اس بي خارجي. اعدادات تثبت صورة تثبت صوت. قناة ترتيب القنوات او حسفة او تعديل اسمها. ده كده الشكل المنيو في سريع وفع وجهة. نيجي بعد كده نبص على الواي فاي. اول حاجة بتخش عليها بتعرف شبكة الواي فاي بتاعتك. بعدها بتعرف شبكة الواي فاي بدبنا ان نخش على التحديث. ونخش على تاني سطر اتش تي تي اوبجريت. طيب سواء انا عرف الواي فاي وارجع لكم تاني. كده احنا عرفنا الواي فاي واول ما عرفنا الواي فاي طلع علينا شاشة ان فيه نسخة جديدة او صفت جديد للسه نازل. دي في عجزة السام براس دايما بيحصل كده اول ما بتعرف الواي فاي على الجهاز لو فيه صفت جديد او اصدار جديد للصفت اللي عندك. عطو بتلاقي بيقول لك رسالة تحديث جديد بان طريق النات. بتعرف منين طبعا مجالبة بتطلع بتعرف ان فيه تحديث. تاني حاجة من عرفها بتلاقي مكتوب لك هنا النسخة الحالية تلاتة وتلاتين زيرو زيرو تسعة. النسخة اللي هي بقى اللي هتنزل دايما بيبقى رقم اعلى من ده. اللي هي تلاتة وتلاتين زيرو واحد آآ بوينت اتنين وعشرين. دي النسخة ان شاء الله نحنا هننزلها. كل ما عليك انك هتضغط اوكي. وما تعملش اي حاجة تانية. هو نور يقطع او تشيل فشة الكهرباء وانت بتنزل الصفت. ده بيعمل مشكلة وبيخلي الجهاز بيقف على كلمة لودة او لمبة حمرة. فبيتطالب بتعمل له صفت تاني اسمروم او حاجة زي كده. فطول ما هو بيعمل تحديث انت بتعملش اي حاجة. هو يخلص لوحده وهيراستر ويفتح. هو نعمل كل حاجة لوحده. فاكش دعوه انت بس. فهو هو يخلص. تمام? ده كده من نسبة للصفت. نيجي نتكلم على الجهاز شوية. بالنسبة للصفت يخلص بتاع الجهاز. ده جهاز ستروم اكس وان نازل من دعم سيرفر اكس. اول جهاز ينزل من دعمهم. وبانه نازل بكلمة اكس وان ده يدينا مؤشر اللي الناس دي ناوية تعمل اكس تو اكس سري و اكس فور. ناوين ينزله سلسلة من نفس الجهاز. اول حاجة نازلوا بيها او كانتش اربعة ميجا ولا تمانية ميجا لا نازلين بحاجة ستاشر ميجا. حاجة عالية تبلوية الاعلى في السو دلوقتي الستاشر. فهم نازلين بمساحة داخلية او فلاشة داخلية ستاشر وده يحلوة جدا علشان يستحمل كمان السيرفر بتاعهم. السيرفر بتاعهم بيتكلم في 200 الف محتوى. ف200 الف محتوى انت كل ما تشتاول انفس جواه. مفيش حاجة مش هتلاقيها غير جوا سيرفر اكس. 200 الف محتوى بمعنى الكلمة وكلها قبضيت على طول. والدعم فني بتاعهم فيه تواصل سهل و سريع. كل انت بتحساج وممكن توصل لهم وينزله لك. الناس عندها افكار جديدة. من ساعة ما نزلوا السوق هم الصراحة ما بيعملوش حاجة غير انهم بيشتغلوا بس. الناس دي نزلوا عشان تشتغلوا بس. فحاجة تفرح لهم بدأوا سيرفرهم ونجحوه. بقى كده بدأوا ينزلوا جهاز عليه سيرفرهم وقدر انه يشيله. وحطين سيرفر تاني اسمه بازوكا. ده نزل لهم كاس العالم. وثابت جدارته يعني. الى حد ما سيرفر كويس. انا شفت منه. ما اعتبعتوش كتير بس. بس. بسركت على منه شوية. لأ سيرفر كويس وثابت. وبرده محتواه كبير. احنا اللي همنا سيرفر اكس ده. اللي شيرس الجهاز اصلا ومن دعمهم. حاجة محترمة جدا. نازل عليه لمدة سنتين. اربعة واشتين شهر. يعني اربعة واشتين شهر يا. فيش بقى الكلام اللي هو يقولك لأ دا سنة وخلص وبتاع لأ. اربعة واشتين شهر يعني اربعة واشتين شهر. ده سيرفر اكس وطبعا مزوكا نازل بربعة واشتين شهر. نجي سيرفرات الشيرينج اللي عليه عليه جوزات بلاست. آآ فرجان سري اللي هو يعتبر السيرفر الوحد الوقتي في عجزة الصن بلاست. آآ اللي موجود. يعني تلت تربع او تسعين فيمية من اجهزة هي عليه سيرفر جوزات بلاست. ده طبعا بالنسبة للي ارتيب كويس جدا طبعا على النيلسات. فاتح ديوتر 16 استر 19 وقت المباراة بقيت بتفتح غير كلا بقت قفلة فبردو سيرفر كويس جوسة بلاس دي التلات سيرفرات اللي عليه مفيش بقى عشرين سيرفر وتلاتين سيرفر وترامل فادي ده لأ طبعا هم تلات سيرفرات قادرين يشيروا السيرفر يديروا شيروا الجهاز سيرفر اكس 24 سيرفر بازوكة 24 شهر جوسة بلاس 24 شهر طبعا الناس معللها في السيرفرات بس يبيديك مدة حقيقية ركزوا في الكروم لدي كويس جدا دايما انا مقولها لكم سيبك ملي اللي بقولها خمس سنين وعشر سنين والكلام دوا يعني الجهاز عندي باطمنه سنتين بسيرفرات معينة بعد السنتين والله يشتغل خير وبركة غير كده لأ ما تستناش ان الجهاز يقعد معاك سبعة تامن سنين مفيش الكلام دا جدعين فالناس دي نازلة بدعم حقيقي 24 شهر من اكس 24 شهر من بازوكة 24 شهر جوسة بس دا كده الجهاز احنا في انتظار الصفت يخلص ونبدأ نبص عالية تاني من جوا ونزان شرح هتفتح الشيرنج بتاعه ونعرف كل حاجة من جوا كده هو خلص الصفت بتاعه وفتح لوحده زي ما بقولك انت سيبه هو هيعمل كل حاجة لوحده تعملش انت حاجة بعد ما خلص الصفت نبدأ نشوف ملف القنوات كده انا جهاز اتصال خلاص اتوصل هو كده انا فيش ملف قنوات اونلاين هنبدأ ننزله احنا ملف قنوات عن طريق الفلاشة ازاد ننزله عن طريق الفلاشة بتركب فلاشتك في الجهاز بيباع لها الملف بتخش بتلاقي الفلاشة بتاعت بتفتح الفلاشة بتلاقي الملف اللي انت ننزل دا انا هسأل الملف اللي عندي بتتكى وكيب يعد برضو لحد مية في المية والراستر ويفتح لوحده وكده ملف القنوات حديث اتع شهر خمسة هينزل علي كده خلصنا ملف القنوات كده زي ما احنا قولنا كده كل حاجة عن الجهاز اعتبر احنا قلناها خلاص وفادلش للطريق التعريف سيرفرات الشيرينج بتخش في الوسائط وبنكتب خمسة وعشرين زيرو سبعة ده رقم المعالج بتاعه يعتبر احسن معالج نزل خمسة وعشرين زيرو سبعة ال يعتبر افضل معالج نزل هو الخمسة وعشرين سبعتاشر الجديد كده سيرفرات الشيرينج كلها اه وبالمناسبة هو عليه برضو اكس اوديو صوتيات لمدة سنتين يعني احنا عندينا صوتيات جوسات بلس سنتين وعليه صوتيات اكس سنتين ده سيرفرات الاي بي طبعا بازوكا سنتين اكس سنتين وده الاكستريم لإضافة اي اشتراك انت عاوزه واليوتيوب كده اعتبر كل حاجة عن الجهاز ممكن نجرب اليوتيوب مع بعض برضو نشوفه كده اليوتيوب فتح معانا هوت سواء بياخد وقت على فكرة بفتحه في الاجهزة السام بلس عمتنا او اي اجهزة رسيفر بياخد وقت بالفتح آآ شوية بعد كده بتليه فتح معاك بتبدأ تتعامل فيه تمام كده كل حاجة عن الجهاز احنا قلناها آآ انت بس لو محتاجين حاجة او محتاجين تعرفوا حاجة عن الجهاز او اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات آآ محتاجين نعرف حاجة فرانية وانا هعملوكم فيديو ليها الجهاز سعر بتروح من يعني من 800 850 جنيه حسب المكان اللي تشتري منه. من نسبة ان احنا عندنا الجهاز عامل 800 جنيه. كل حاجة بيحتاج تعرفها عن الجهاز موجودة في الفيديو دوت. لو في حاجة ما احنا شرحناش ممكن هتتواصل معي عن طريق كومنتات او التعليقات وانا هردعليك. كان معكم محمد. اشتركوا في القناة